سأناقش كل هذه المحاور العسكرية التي تحتاج تفسيرات عسكرية أيضا لا نملكها كصحفيين معي في الستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي ساعة العميد أسعد عوض الزعبي ساعة العميد أهلا بيك ومعي من لندن الباحثة في الشأن الإيراني يسوزمون السلاوي يسوزمون أهلا بيك ساعة العميد خلينا نتحدث عن فكرة استخدام الطائرات مش الصواريخ أنا كنت أتحدث قبل قليل إسرائيل تملك الصواريخ الكافية أنها تصل ليست ألف كيلو لغاية إيران ألفين كيلو وأكثر وبالتالي لماذا تصر على استخدام الطائرات الحربية كنا نتحدث قبل قليل مع ضيوفنا أنها واضح أنها لابد أن تستخدم القنابل الخارقة للحصول اللي الصاروخ غير قادر على حملها وبالتالي بدأنا في هذا السيناريو ونحتاج توثيق عسكري لهذه المعلومات التي نتحدث عنها هل هذا الطرح صحيح؟ تمام مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين ليس فقط صحيحا بل هو طرح دقيق جدا وأعطي دليل أو أعطي الإثبات الحقيقة لهذا الكلام هذاك طيار حربي هذا ربما أنت هنا بخبرتك وممارسة تكفي هذا يسمح لي حقيقة أن أتحدث يضافي لذلك حقيقة اهتمام محطة حدث وإعلامين الحدث بهذه الأخبار وخاصة في مجال الطيران يدفعني إلى الحديث بعمق عن مهام الطيران أولا من العقيدة الإسرائيلية تقول أن أي حرب إسرائيل من مبادئها نقل الحرب إلى أرض الخصم تمام يعني هي إذن هي تجيد اللعبة عندما يكون الحرب خارج أرضها ومعروف تماما يعني أن إسرائيل تعتمد كليا منذ قيام الكيام الصيني يعتمد على الطيران باعتباره أليد الطولة ولذلك إسرائيل يعني حتى منذ عام 1970 تماما إلى الآن حققت تفوق جوي على كل الدول العربية مجتمعة نهاردة 6 أكتوبر وهذه ذكرى ذكرى حرب 20 التحرير تمام أيوة يعني صبعا لو كان هناك زمن نتحدثنا عن عمل الطيران في 6 أكتوبر لكن نتحدث الآن فإذن إسرائيل تعتمد على الليلة طولة ونفذت كثيرا المهام عندما قصفت منظمة التحرير في تونس عندما استطاعت إلغاء عملية خطف للطائرة مدنية إسرائيل كان في وفد إسرائيلي أعتقد في إفريقيا في إحدى المدن الإفريقية أيضا من خلال الطيران استطاعت أن تغسل إلى مفاعد تموز بالحراق قبل أيام أو قبل شهور استطاعت أن تصل إلى إيران وتغصف مفاعد نتنز إذن تعتمد اعتماد كله على الطيران وهي تدرك أن الطيران هو من يؤسس للحسم بمعنى هو من يعني بخلال أي حرب كانت سواء قليلة أو بعيدة أو طويلة أو عميقة يستطيع الطيران أن يوفر الظروف المواتية لحسم المعركة إذن بيدها هذا اليد وتعتمد تماما بالمناسبة إسرائيل تدرك أنه في أي لحظة من لحظات قد تفقد الردع النووي فلديها الردع الجوي في قضية الطيران هناك أيضا نقطة مهمة جدا الطيران ينفذ النظرية الإسرائيلية التي تقول العمل بعكس الريح عندما نقول بعكس الريح فالطيران لا يقلع إلا بعكس الريح ولا يهبط إلا بعكس الريح وبالتالي إذن عندما يكون هناك عكس للريح فإذن مردود الرفع أو القوة القدرة القتالية للطيران تكون أكبر ولذلك إسرائيل تجيد حقيقة هذه اللعبة لعبة العمل بعكس الريح فتذهب إلى البعيد من يدرك لعبة العمل بعكس الريح يستطيع أن يعمل بالبعيد البعيد وإيران أعتقد أن العمق ما بين الأرض الإسرائيلية وإيران لا يقل عن 1200 أو 1300 كلمة لا يقل هذا إن أخذنا ربما المناطق القريبة الغربية من إيران لكن لو أخذ المناطق الشرقية أو الشمالية باتجاه بحر قزوين طهران هي في الشمال وبتالي إذن لابد من أداة تصل إلى تلك المناطق لو أخذنا موسطيا نصف القطر التكتيكي لكل طائرات إسرائيلية يتجاوز 2000 كيلومتر ودليل عندما ذهبت إلى اليمن قصفت وعدد لكن لازم تحتاج تزويد وقود عشان كده فيه أربع طائرات في طريقها الإسرائيل للتزويد الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود تمام المهام التي نفذت إلى الآن يعني المهام الطائرات الإسرائيلية الذي نفذ إلى اليمن أو إذا نفذ إلى إيران سواء كانت بطارة الف خمسة عشر أو الف خمسة وثلاثين تستطيع أن تنفذ دون تزويد الوقود لكن لابد من احتياط نصف قطرة تكتيكي يسمح لها لكن ربما يعني من هو الذي يؤثر عن نصف القطرة التكتيكي أحيانا قيمة الحمولة بمعنى أنا أستطيع أن أحمل عشر طون من القنابل عشرين قملة فإذا كنت أحمل عشرين قملة لا شك أن هذا يستهلك كميات كبيرة من الوقود على المحاور لو كانت خارقة للحصون يعني 100 طن لو كانت قمبلة خارقة للحصون تحملها هذه الطائرة وتستطيع إلى لازم تحتاج تزود دقود في طائرة لا تحتاج لا تحتاج لأن لا تحتاج لذي سببين طبعا القنابل تشكل كبح على الطائرة فتستهلك وقود والقنابل تشكل وزن أيضا على الطائرة يحتاج إلى الدفع الزائد فإيضا تستهلك وقود لذلك عندما تكون حمولة في الطائرة قليلة لذلك أقول أن الطائرة F-35 مدها أكبر حتى وهي تحمل قنابل لماذا؟ لأن القنابل موجودة في عمق الطائرة في الداخل يعني مخفية القنابل في جسم الطائرة من الداخل وبالتالي لا يشكل كبح ولا يشكل حتى أيضا يعني الوزن الذي يمكن أن يأثر على هذا